نعم إنه اليوم الثاني واللجنة الثالثة بالأمس كان هناك اجتماع للجنتين واليوم هو الاجتماع الثالث بحضور بالطبع 42 من هذه اللجنة من أعضاء مجلس النواب الذين يتناقشون مع الوزراء المعنيين بالملفات المختلفة لمناقشة بيان الوزراء فيما يتعلق بخطة الحكومة خلال الفترة القادمة وكما ذكرت منذ قليل هو الأولوية القصوى هنا للمواطن والأليات المختلفة للتعامل مع الملفات الاقتصادية للتخفيف عن كهل المواطن ومن أهم هذه الملفات عندما تحدث بالطبع وزير الصناعة وهو متواجد في اللجنة الثالثة واللجنة الأولى اليوم ولكن الثالثة منذ أمس تحدث عن واحدة من أهم النقاط وهو عودة المصانع التي كانت قد تعطلت عن العمل تسهيل كل الإجراءات المختلفة لتشغيل هذه المصانع وضع فترة زمنية لحل هذه المشاكل وكانت من ردود النواب المتواجدين داخل هذه اللجنة اليوم هو طرح لفترة زمنية معينة لمساءلة هؤلاء الوزراء مرة أخرى عن الخطة التي تم وضعها وأيضا الأسليب التي سيتعاملون بها للتعامل مع المشاكل المختلفة وتم تحديد أو طرح تحديد مدة ستة أشهر أن يكون هناك مساءلة للوزراء كل ستة أشهر عن مدى تقدم ما يقالوا عنه أو مدى تقدم حلول هذه المشاكل المختلفة منها مشكلة المصانع أيضا الإنتاج الحربي اليوم كان وزير الإنتاج الحربي أيضا كان متواجد وهو أيضا شيء متعلق بالصناعة بشكل يعني الإنتاج الحربي متعلق بالصناعة العسكرية ولكن في بعض الأحيان أيضا ينتج يعني بعض المستلزمات المختلفة للمواطن بشكل عام ومنتجات محلية وبالطبع هناك يعني تجديد على أهمية توطين الصناعات المختلفة إما عن طريق المصانع المصرية المختلفة أو حتى عن طريق الإنتاج الحربي أيضا بالإضافة لذلك فتح يعني مجالات أخرى لتخارج القطاع الحكومي وزيادة استثمارات القطاع الخاص والأليات المختلفة لزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة القادمة ولكن ليس مجرد بيانات أو مجرد كلمات تقال في بيانات لكن المهم الخطوات الفعلية هذا ما طالب به النواب اليوم هي الخطوات الفعلية خلال الفترة القادمة خصوصا أن من أهم بنود الحكومة خلال الفترة القادمة وهذا ما وضعته بالفعل في خطتها التي عرضت على البرلمان يوم الاثنين الماضي هو توفير ما يقرب من سبعة إلى ثماني مليون فرصة عمل خلال ثلاث سنوات وبالطبع البرنامج هو عبارة عن ثلاث سنوات مختلفة وفي انتظار خلال بالطبع الساعات القادمة إما انتهاء اللجنة الأولى وبداية اللجنة الثانية أيضا لمناقشة الوزراء المعنيين بالوزراء المختلفة زميلي كريم بي برس المراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مقر المجلس بالقاهرة شكرا جزيلا لك